والسؤال الذي يطرح ذاته أوليس عجباً نرى أن كل المجتمعات في هذا العالم سواء في الغرب سواء في الشرق الأقصى والشرق الأدنى كل واحد يهاجم يسوع المسيح هل هذا أثار أي فكرة مع أن يسوع المسيح لم يفعل شر ولا خطيئة مع أنه كل العالم يقر بشخصية المسيح الفذة الفريدة العجيبة هذا ما بيخليك تستغرب وتتعجب ما معنى لا يقاوم أي ديانات أخرى ولا يتكلمون على أي أنبياء آخرون ولا أي نظام يعني اليوم حتى أنت بتشاهد الأخبار كل العالم عم بيعتذر للصين مع أنه نظام الصين ما بيتمشى مع نظام العالم بشكل كامل ومع كل هذا الكل عم بيحن الرأس ليه؟ كل العالم بيركد وين الفلوس وين المصاري وأقولها بصريح العبارة الناس لأنه إما عن جهل أو عنده عمق روحي أو عنده مشكلة أخلاقية ودايما منقول اتبع الفلوس وين الحبل أو وين الخيط اللي بيقود الفلوس بتشوف وين قلب الإنسان التي تتراكد وتتهافت على الفلوس أو على الغنى وأضيف شيء تاني على الخطيئة ولسيما الزنى والشهوة الردية فالعالم كله يعني ممكن يتقبل الخطيئة والشر والظلام طالما أنه بفيد مصلحتها وأنه مستعدين يعني يتنازلوا عن كل المبادئ مع أنه عم بيشوفوا شوف عينهم العنف والدم والاحتلال والغزو أنه في صاروخه اللي في الطيارة ممكن تشبع أو تطعم ملايين من الناس ولكن للأسف مصلحتها والفلوس وزناها وشهوتها هي اللي بتحرك هذه المجتمعات فالمؤرخون والفلاسفة والعلماء حتى الأعداء تعجبوا من شخصية المسيح الفذة الفريدة الكاملة